فالمهم طبعا عدت فترة زي اروح تراكي بقى لك وحصل قصة بقى في طويل انا كنت نسيت حكتي ومتاع لا اقولت لا انا هبهدل نفسي ليه ايه اللي القصة اللي حصلت القصة اللي حصلت ان انا كنت جيت وكل يوم كنت في رمضان بقى جي من الفشن المنسوي في المصر يوميا كل يوم؟ كل يوم اه انا معرفش حد في مصر ولا عندي بيات ولا عندي اي حاجة اه ففجأت ان التمرين تاني يوم الصبح فين بقى كابتل في الزمالك في الزمالك وانا وانا اساسا مش عامل حسابي ان التمرين ابيجي على الساعة الثلاثة ممكن اروح وانا امشي واحدة امشي اتنين امشي احد واشر اه فقولت لا بدل ما اروح وارجع انا بايت ادور على حت حل فروحت بقى كنت شعر في حاجة دورت على على لقاندا من اللقانات اللي موجودة في وسط البلد ولقاندا دي كانت مشترك اه فخلاص من التعب انا نمت مش قادر بقى خلاص نمت نمت تشترك يعني الناس بتنم معاك اه في سرين سرين جنبي اه سرين جنبي يعني اه هنجيب منين يعني سرين جنبي والدنيا ما 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 مفحش يعني اه فروحت نمت بالتعب خالص زي منتك بالبنطلون علعت بس الاميس كده ونمت بالبنطلون والفالي ناتشيرت متاعي اه قلت عشان معنا مش جايب حاجة مش هعمل حسابي خالص لبس التمرين بس هو اللي معايا لاني كنت ففجأت ان الراجل اللي معايا ده قلعني الساعة واخد الفلوس اللي في البنطلون اللي معايا كل ده انا نايم مش رباني خالص وخلي بالك يعني الحمد للان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيصورني وبقى في جنبي ويساندني ومن اول الطريق ساندني يعني التجربة دي يمكن هي السبب اللي انا لقع على الصيف عشان اهل يلعب عن الصيف وبعد كده اروح النادي الاهل فوروحت انا انفاجه كده الواحدي الواحدي انا عادي على السرير عادي انا قايم واخد بالك وقاعد عادي ما بفكرش اللي اتوا جاي لحد عندي يقول لي اخوان انا خدت منك الساعة وخدت منك الفلوس الواحدي وكده خالص اوالله العظيم هسا انا معرفش ما ما خدتش بالي ايوا انت واحد قايم منهم يعني فقاعد مش هتدور عليك لا ومش مدي اخوان اعرف ان الدنيا حلوة والناس طيبة وعمر بيض يعني وحايا خالص خالص فبس لقيت وقلت له انت اخدت الساعة اه ده صعبش معاي والفلوس اللي يتفضل انا متأسف جدا وشكرا اقولت لا اروح النادي على تواخد قرار انزل بقى البلد قلتها بقى دي نفسي ماينفعش كده خالص